بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم مراجعة لباب الإحتمالات والإحصاء للصف الثالث الثانوي من سارات يقول هنا السؤال الأول يعتبر من مقاييس التشتت طبعا عندي مقاييس الإحصائية مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت الوسط والوسيط والمنوال هذول نزعة مركزية التباين والانحراف المعياري والمدى هذول مقاييس التشتت إذن من مقاييس التشتت يعتبر التباين معه أيضا لانحراف المعياري والمدى عندما يوجد في البيانات قيمة متطرفة لاحظوا هنا يقول قيمة متطرفة إذا كان فيها عندي قيمة متطرفة نستخدم الوسيط ليش لأن القيمة المتطرفة بتأثر على حسبة الوسط الحسابي إذن في حال وجود قيمة متطرفة نستخدم الوسيط لحظوا البيانات اللي بسؤال ثلاثة ثمانمية وإشي سبعمية وإشي سبعمية 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 يعني قريبات لبعض ما فيهما كلهما يكون فيه قيمة مثلا قيمتها خمسة أو قيمتها ميتة ألفين مثلا تكون متطرفة بعيدة عنهم بتأثر على حسبة الوسط الحسابي لذلك هنا نأخذ الوسط الحسابي ليش نأخذ الوسط الحسابي؟ لأنه كل القيم حول بعضها يعني قريبا على بعض ما فيه قيمة متطرفة فهنا نأخذ الوسط الحسابي السؤال الرابع بيقول فيه دراسة مسحية عشوائية عدد الأشخاص خمسمية خمسة ألاف وثمانمية وأربعة وعشرين أفادت تسعة وعشرين بالمئة أنهم سيشاهدون الأولمبياد فكم يكون هامش الخطأ؟ طبعا هامش الخطأ له قانون القانون يقول ممكن يزيد ممكن ينقص الخطأ واحد على جذر الإن الإن اللي هو العدد هذا إن هذا هو إن فنروح على الأهل الحاسبة ونأخذ علامة الكسر ونقول واحد على تحت جذر خمس آلاف وثمانمية وأربعة وعشرين باستخدام الآلة الحاسبة نقوله يساوي يطلع صفر فاصل صفر واحد ثلاث واحد يعني ثلاثتاش بالمئة أو مية واحد ثلاثين بالألف طبعا هنا في صفر هذا الجواب الصحيح اللي بيطلع بالآلة الحاسبة هو جيم كتبنا الإجابة هذا القانون طبقناه اللي هو الإجابة رح تكون جيم بناء على القانون اللي طبقناه زائد ناقص واحد على جذر الإن اللي هو جذر خمس آلاف وثمانمية وأربعة وعشرين اللي نابل حاسبة وطلع زي هيا بالنسبة للوسط شلون كين نحسب الوسط للقيم نجمعهم مجموعهم قسمة عددهم بالروع الآلة الحاسبة نجمع هذول 12 وثمانية عشرين وستة ستة وعشرين وأربعة أربعين وتسعة تسعة وأربعين وخمسة أربعة وخمسين كلهم أربعة وخمسين عددهم ستة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة أربعة وخمسين تقسيم ستة بيطلع تسعة إذن الوسط الحسابي نجمعهم وبنقسم على عددهم لأنحراف المعياري يحتاج شوية شغل لأنه يحتاج نعمله جدول و وقانون طبعا هذا الانحراف أول شيء بدنا نطلع الوسط تبعهم متوسط زي ما حسبنا بسؤال خمسة متوسطهم ثلاثة زائد ثمانية هدعش ستة سبعت عشر تسعة واحد وعشرين وتسعة ثلاثين ثلاثين بنقسمه عددهم اليوم خمسة بيطلع ستة متوسط الحساب ستة فبالروح نعمل جدول زي هيك اخذ لنا صفحة نعمل جدول زي هيك بنحط هنا اكس اكس بعدين اكس ناقص الوسط الحسابي الي هو ميو هذا ثم اكس ناقص ميو كله تربيع او في ناس يسوي الوسط الحسابي اكس شرطه بعدين القانون الانحراف المعياري سيقما يساوي جذر اكس ناقص ميو تربيع مجموعهم طبعا على عددهم الي هو اه يلا بنجيب الاكسات الي هنا عندي هنا اللي بدي يطلع الانحراف المعياري الي هم ثلاث ثمانية ستة ثلاث ثمانية ستة أربعة تسعة أربعة تسعة طبعا اول خطوة رحنا طلعنا الوسط الحسابي الي هو مجموع اكس على ان وجمعناهم وطلعوا ثلاثين وقسمناهم عددهم الي هم خمسة وطلع عندي المتوسط الحسابي الي في ناس سميه يو زي هيك في ناس سميه اكس شرطة زي هيك هذا طلع ستة الآن يلا ثلاث ناقص ستة بيطلع سالب ثلاث ثمانية ناقص ستة بيطلع اثنين ستة ناقص ستة صفر اربعة ناقص ستة سالب اثنين وتسعة ناقص ستة ثلاث الآن بالربع سالب ثلاث تربيع فيها تسعة اثنين تربيع فيها اربعة صفر تربيع فيها صفر سالب اثنين تربيع فيها اربعة وثلاثة تربيع فيها تسعة يهمني انا هذا المجموع هذا المجموع كم يساوي تسعة واربعة ثلاثتاش وثلاثتاش ستة وعشرين إذن المجموع هذا بيساوي ستة وعشرين بروح نطبقه بالقانون لانحراف المعياري له سيجما يساوي جذر ستة وعشرين على إن اللي هي عددهم على خمسة وبنروح على الآلة الحاسبة وبنقول جذر نعمل قوة كسر جواها ستة وعشرين وتحت خمسة ونقول يساوي سويها SD تطلع اثنين فاصلة ثمانية وعشرين إذن باستخدام الآلة الحاسبة طلعت اثنين فاصلة ثمانية وعشرين هكذا نحسب الانحراف المعياري لمجموعة من القيام بالنسبة للوسيط عشان نحسب الوسيط نحتاج نرتبهم من الصغير إلى الكبير ونشوف القيمة اللي بالوسط يعني هنا أنا عندي أصغر قيمة 16 بعدها عندي 17 بعدها عندي 18 16 16 بعدها عندي 23 بعدها عندي 26 20 بعد ما رتبناهم نشطب القيمة الصغرى مع القيمة الكبرى والقيمة الثانية مع القيمة الثانية من طلع بالوسط هنا اللي هو الوسيط اللي هو 18 السؤال الثامن السؤال الثامن بيقول مقياس النزعة المركزية المناسب لهذه القيم لو لاحظنا أنها كلها حول العشرين ما عندي قيمة متطرفة لو كلهم هذول حول العشرين وفيهم وحدة 150 مثلا صار عندي قيمة متطرفة بس تخدم الوسيط بس كونه كلهم حول العشرين بس تخدم الوسط الحسابي لو كان فيه مثلا أكثر من نصهم نفس القيمة متكررة بس تخدم المنوال يعني فيه عندي تكرار كثير بس هنا كلهم حول بعضهم فالأفضل أستخدم الوسط الحسابي بجمع وقسم عددهم السؤال اللي بعده بيقول يحوي كيس على خمسة وثلاثين كرة خمسة كرات منها خضرة ثمانية زرقع الباقي الله على ما يشوه إذا سحبت منه كرة واحدة عشوائيا فما احتمال أن تكون خضراء لو وقفنا هون عدد الخضر على العدد الكلي بس فيه شرط عندي ديروا بالكم أنه فيه شرط الشرط بيقول إذا علم أنها ليست زرقة إذن بدي أشيل الزرق هذول من الخمسة وثلاثين خطوة الأولى نقول خمسة وثلاثين ينقص منهم ثمانية لأنه ما هي زرقة إذا علم أنها ليست زرقة خمسة وثلاثين ناقص ثمانية بيظل عندي سبعة وعشرين لأن الاحتمال رح يكون على سبعة وعشرين شو احتمال تكون خضرة كم عدد الخضر بين هال سبعة وعشرين هذول عندي خمسة إذن الجواب خمسة على سبعة وعشرين تمام السؤال اللي بعده في عندي قانون في عندي قانون يكتبه هنا قانون يقول أنه بي احتمال لبي شرط ا يساوي احتمال التقاطع والتقاطع هنا تبديلي يعني لو قلنا بي تقاطع ا ولا ا تقاطع ب ما بيفرق لكن عند الشرط يفرق على احتمال اللي بعد الشرط وين اللي بعد الشرط اللي بعد العلامة ها الاحتمال الثانية على احتمال اللي بعد الشرط اللي هو على احتمال P of A ويساوي طبعا نجي هنا شو ما أعطيني اثنين من عشرة والA خمسة من عشرة يعني بالصف اثنين على خمسة سؤال الحادي عشر عندي جدول فيه مريض وفيه معافأ وفيه ناس استعمل الدواء التجريب D وفيه ناس استعمل الدواء الشكلي P تمام يقول هو احتمال بقاء الشخص معافأ علما أنه استعمل الدواء الشكلي إذن أنا شغلي وين رح يكون عال يستعمل الدواء الشكلي فقط هذول اللي استعملوا الدواء الشكلي علماً اللي بعد علماً يبتجي بالمقام تحت علماً أنه استعمل الدواء الشكلي يلا بنشوف كم واحد استعمل الدواء الشكلي نجي هيك نقول كم واحد استعمل الدواء الشكلي أربعمية وألف وميتين كله ألف وستمية تمام؟ لغاته الآن نجي على سؤاله اللي بعد احتمال بقاء الشخص معافة قديش اللي معافة بين هذول أربعمية طبعاً بنختصرها صفرين مع صفرين يظل أربعة على ستاش وأربعة على ستاش على أربعة على أربعة فيها واحد على أربعة إذن أنت مجيك جدول أول ما تروح علي بعد علماً وتشتغل فيها ما لك بالباقي نهائياً لحظوا سؤال 12 من الجدول المقابل في عندي سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة وفي عندي ضمن المنتخب الوطني وفي عندي ليس من ضمن المنتخب الوطني عندي هالجدوات يقول محتمال أن يكون الطالب ضمن المنتخب الوطني علماً انتبهوا عليه علماً أنه في السنة الأولى شغلي وين رح يكون فقط على السنة الأولى ما إلي بقية الأرقام لونها بالملايين، ما لي علاقة فيها كم عدد اللي بالسنة الأولى يجو كلهم تحت هنا؟ سبعة وميتين وتسعة وستين ميتين وستة وسبلين ميتين، لا تحت ميتين وستة وسبلين وين جبت الميتين وستة وسبعين؟ جماعة السنة الأولى لأنه يلي علماً أنهم سنة أولى طيب، شو السؤال؟ نرجع للسؤال محتمالاً يكون الطالب ضمن المنتخب ضمن المنتخب عندي سبعة إذن سبعة على ميتين وستة وسبعين وبالروح نسويها بالآلة الحاسبة سبعة قسمة ميتين وستة وسبعين، نقول يساوي ونسوي لها SD ونضربها بمية عشان أنه أنا بدي إياها نسبة مئوية ضرب مية بالمية والرد نسوي على SD تطلع 2.53 مفقية ستة، يعني 2.54 أو 2.5 استخدام لآلة الحاسبة السؤال اللي بعده بده شوية تركيز أيضاً يقول هنا اختار مسؤول متحف أربع لوحات عشوائياً من بين 20 لوحة لعرضها بالمتحف فما احتمال يكون ثلاثة منها لفنان واحد شارك بثمان وحدات أول شيء هنا فيه ترتيب؟ لا إذن الشغل على التوافق الشغل رح يكون على التوافق انت بخو نعمل عشان الاختمال الخطة اللي زي هيك الآن أنا كم لوحة عندي؟ 20 قديش بدي عرض منها؟ بدي عرض منها أربعة إذن عدد الطرق لاختيار أربع لوحات من بين 20 هذا هو عدد الفضاء العينة الكلي طيب نجينا الآن للسؤال شو بيسأل؟ يقول محتمال محتمال إنها تكون ثلاثة الفنان شارك بثمانية يعني الفنان هذا ثمانية عنده نأخذ منهم ثلاث طيب ضرب والوحدة هاي الباقية من وين نأخذها؟ نأخذها في معارض ثمان هنا كلهم عشرين وعذا الفنان مشارك بثمانية إذن في عندي اطناش لفنانين آخرين إذن بدنا نأخذ منهم وحدة ها فاضح؟ كله عشرين بدنا منهم أربعة اللي بيسأل عنه ثلاثة من الثمانية ووحدة من اطناش الباقية وبنحسب هذا وين؟ باستخدام الآلة الحاسبة بنروح على آلة الحاسبة نأخذ علامة الكسر ثمانية سي عند التقسيم سي نحط شفت بعدين تقسيم ثمانية سي ثلاث ضرب بعدين نحط اطناش برضو شفت تقسيم عشان يطلع السي واحد وبننزل تحت ونحط عشرين برضو سي نحن بدل التقسيم حطينا حطينا نعيد السريع ثمانية سي ثلاث ضرب اطناش سي واحد وننزل تحت عشرين سي أربعة ونقول يساوي طلعت ميتين وأربعة وعشرين على ألف وستمية وخمستاش نعملها اسدي لأنه عندي كسر عشرية هنا ولأنه نسبة مئوية بضرب بمية إذا اعطاك نسبة مئوية ضرب بمية والرد نعمل اسدي مرة ثانية ثلاث فاصلة سبعة وثمانية يعني تقريبا ثلاث فاصلة تسعة بعد التقريب إذن لإجابة زي طبعا يعني لما حليتها لما حليتها بالآلة الحاسبة أعطتني إياها زي هيك زيرو بوين ثلاث واحد ثلاث ثمانية ستة تسعة طبعا كونه معطينا بالمية نضرب بمية يعني نمشي قدام منزلة فصارها زي هيك ثلاثتاش ثمانية ستة تسعة بالمية هذول تقربوا لتسعة بالعشر السؤال يلي بعده اشترك صلاح عبد الله وسليم في سباق مع خمسة رياضيين محتمال أن ينهي هؤلاء الثلاثة السباق في المراكز الثلاثة الأولى هنا عندي تبديل عندي تبديل لاحظوا أنه العدد الكل لأنه هذول قد يش هذول ثلاث مع خمسة صاروا ثمانية فهنا تبديل المراكز لثمان لاعبين هو ثمانية بي الثمانية أو مضروب الثمانية ثمانية بي الثمانية أو مضروب الثمانية هو عدد تبديل مراكز اللاعبين بالثمانية طال شو بيسأل بدوا أن ينهي الثلاثة المراكز الأولى مش مهم ترتيبهم بجزء أحمد الأول صلاح الأول عبدالله الثاني سليم الثالث أو يتبدلوا يعني بينهم تبديل فنقول هذول الثلاث بينهم تبديل يأخذوا ثلاث مراكز الأولى طيب شو يظل من الثلاث يظل الخمسة خمسة هذول بدهم يتنافسوا على خمس مراكز ثانية يعني بينهم تبديل فوق فبالروح نحل هاي المسألة باستخدام الآلة الحاسبة نقول ثلاثة البي عند الضرب شفت ضرب ثلاث ضرب خمسة شفت ضرب خمسة وننزل تحت ثمانية شفت ضرب ثمانية يساوي واحد على ستة وخمسة شرح كمان مرة هاي لأنهم ثمن لاعبين بينهم ثمن تبديلات هاي لأنه يسأل عن الثلاث مراكز الأولى للثلاث شباب ذول ويبقى عندي خمس مراكز بينهم تبديلات للخمسة الآخرين السؤال الخامس عشر دخل طلاب فصل أحد فصول الثالث ثنوي وعددهم خمسة طالب المختبر فاختار المعلم ثلاثة فما احتمال أن يكونوا بالترتيب محمد ثم علي ثم محمود أنا ترتيب مهم طبعا الترتيب مهم وهنا حتى ذول الثلاث محددين يعني طريقة واحدة ما في تبديل بينهم زي الثلاث اللي قبل شوية قلنا ثلاثة بي ثلاث لا ذول ما في بينهم إلا طريقة واحدة واحد على لأنهم محددين أنا عندي خمسة طالب والترتيب مهم يعني بي وبدأ يختار منهم ثلاث الروح نحل هاي على آلة الحاسبة تطلع واحد على 2730 السؤال السادس عشر الشكل المقابل يوضح التوزيع الاحتمالي يعني احتمالات عند زراعة أربع بذور محتمال أن تكون زهرتان حمراء على الأقل زهراء ثنتين حمر على الأقل يعني ممكن يكون أربعة حمر وممكن يكون ثلاثة حمر ممكن يكون ثنتين حمر ف احتمال أنه يكون ثنتين على الأقل حمر في عندي ثنين على الأقل مش على الأكثر على الأقل فهنا عندي ثنين من عشرة زائد هاي عندي واحد من عشرة زائد وهاي اللي أربعة عندي نص يعني فكل يطلع 35% السؤال السابع عشر نفس السؤال محتمال تكون زهرتان حمراء على الأكثر يعني بكثير ثنين حمر هذول اللي هو كثيرة هذي 45% وهاي اثنين من عشرة يعني 20% وهاي كمان اثنين من عشرة كله 85% السؤال الثامن عشر قام أحد طلاب الصفوف في مدرسة ما بجمع بعض الأطعمة في طرود كما في الجدول التالي فما هو احتمال أن يحتوي طرد عشوائي على قمح كم عدد القمح عندي 45% كم العدد الكل نجم ذول يصير 8 وخمسين ستين سبعين سبعين وخمسة واربعين مية وخمستاش خمسة واربعين على مية وخمستاش ونبسطها باستخدام لآلة بحاسبة على خمسة على يتقسم عليه خمسة واربعين على مية يطلع تسعة على ثلاثة وعشر السؤال التاسع عشر يحوي صندوق تسع كرات حمراء وستة صفرة صندوق أربع كرات حمراء وستة صفرة يعصروا عشرة وأربع خذرة هي أربع طاش واثنين زرق هي ستطاش محتمال سحب كرة ليست صفرة هم كلهم ستطاش ليست صفرة شيء للصفر يبقى عشرة عشرة على ستطاش مبسطة بصير خمسة على ثمانية السؤال العشرين السؤال العشرين السؤال العشرين يقول من التمثيل المجاور شو احتمال أنه يقف المؤشر على لون معين بنفسجي أو أخضر يعني بدنا نجمع البنفسجي هذا والأخضر هذا تمام بنفسجي معطينا واحد على أربعة زائد الأخضر معطيني واحد على ستة طبعا يحتاج توحيد مقامات أو بالآلة الحاسبة يعني لو ضربنا هاي بثلاث وهاي بثلاث وهاي بثلاث وهاي بثلاث يصير عندي ثلاث عطناش واثنين عطناش كله خمسة عطناش أو باستخدام الآلة الحاسبة سؤال الأول في اللي بعده 21 يقول جد وللتال يوضح التوزيع الاحتمالي لعدد الأيام المنطرة في العام أو جد قيمة S عشان نجد قيمة S مجموع الاحتمال هذا كله بده يكون واحد صحيح يعني رح يكون S رح تكون واحد ناقص مجموع الاحتمالات ذول كله يلا نروح نجمع بالآلة الحاسبة بنجيب الآلة الحاسبة أول واحد 0.1 جد 0.1 جد 0.15 جد 0.05 زائد 0.02 يساوي كله 3 4 3 4 طبعا نديها بالكسر عشرية 75% إذن إذن كل اللي جمعناها جو الجدول الاحتمالات اللي مظللة بالأصفر معداء S طبعا طلعوا 75% وهم لازم يكونوا كلهم واحد فنقول واحد ناقص 75% يطلع 25% يطلع عندي أنه B S لازم تكون 25% عشان يطلع المجموع واحد السؤال الثاني والعشرين بده القيمة المتوقعة E X هاي بتساوي مجموع هذا الرمز يعني مجموع مجموع X ضرب PX يعني نضرب X بإحتمالها ونجمع يعني ويساوي 2 ضرب ربع زال 1 ضرب نص 1 ضرب نص زائد صفر ضرب ربع نضرب كل قيمة بإحتمالها نحسب على الآلة الحاسبة 2 ضرب ربع يطلع نص ونص كله يطلع 1 مش شرط دائما يطلع واحد أما اللي شرط لازم يطلع واحد السؤال 21 المجموع اللي تحت هذا اللي لازم يطلع واحد سنة صدفة طلعت واحد السؤال 23 يسأل عن شكل التوزيع لاحظوا أنه تقريبا توزيع طبيعي لأنه يعني تقريبا توزيع طبيعي السؤال السؤال الرابع والعشرين بيقول أنه في مئة موظف في شركة تتوزع طبيعيا بوسط مقدار سبعين حراف معياري مقدار عاشرة أوجد العدد تقريبا للموظفين الذين تقع عوزانهم بين ستين وثمانين يعني لو جبنا التوزيع الطبيعي زي هيك هاي التوزيع الطبيعي عندي الوسط هذا قديش هنا الوسط يلي هنا معطين إياه سبعين الانحراف المعياري الانحراف المعياري قيمته عشرة يعني لو مشينا قدام عشرة وين نروح عالثمانين ولو نزلنا تحت عشرة وين نروح على الستين يسأل عن هاي المنطقة شو تمثل هاي بين هنا انحراف واحد تأخذ 34% وهاي 34% القاعدة بتقول انه هذول هاي 34% وهاي 34% كله قديش 68% بالمية 68% نضربها بالعدد الكل انا عندي مئات موظف 68% ضرب 100 بيطلع 68% السؤال اللي بعده بيقول عندي 880 طالب توزع بشكل 67 هنا عندي الوسط 67% وبيقول الانحراف المعياري مقدار واثنين ونص بالمية يعني هيك صرنا قديش 69% ونص وبدو نصل ل 72% وهيك 72% يعني بانحراف 72% طبعا هاي كلها 50% وهاي 34% وهاي وهاي 13.5% بالمية تمام وشو يقول وين السؤال فكم طالب تزيد اطواله عن 72% بهاي المنطقة هاي تأخذ فقط 2.5% هاي 2.5% 2.5% على 100% ضرب العدد الكل اللي هو 880 فلا شرع لأنه كل هذول يطلعوا 97.5% المنطقة اللي بزيد على 72% هي 2.5% نروح على هنا 2.5% قسمة 100 لأنه هيك التوزيع الطبيعي يمقسم الخانات الوسط تحته 50% فوقه 50% بعد انحراف معياري واحد 34% من هنا و34% من هنا بعد انحرافين 13.5% 13.5% آخر اشي 2.5% من هنا 2.5% انا يهمني اللي بزيد اذا عندي 2.5% ضرب عدد الطلاب الكل اللي هو 880 ويساوي 22 طالب طالب عندي 22 طالب السؤال السؤال السادس والعشرين في احد الكليات يدرس 48% من طلاب لغة عالمية في سن تخرجهم فاذا اختير سبع خريجين عشوائيا تم سؤالهم هل درست لغة عالمية ام لا اوجد احتمال ان يجيب اربعة منهم بنعم باستخدام توزيع ذات الحدين طبعا له قانون طبعا القانون يقول انه P P X توزيع ذات الحدين اصل مثل هذا السؤال ما يأتي لانه كبير ما يأتي اضع دائرة الان نقول توافيق N C X مضروبة في الاحتمال اللي هو P هذا 48% P S X مضروبة في Q H Q 1 ناقص P في N ناقص X تمام ولذلك الان هو يقول بدنا السؤال يقول طبعا انا عندي N كم N عددهم 7 7 7 خريجين عندك 48% اللي هي P 48% طب طب أربعة منهم S يقول C 7 7 C 4 ضرب أربعة منهم ننزل ننزل تحت ننزل تحت وين السؤال آه 2.6 1 النسبة للسؤال السابع والعشرين معطينا هنا أنه P هاي P وهاي N ويسأل عن الوسط طبعا في عندي قوانين يطلعك عليهم القوانين يقول الوسط يساوي N في P هاي الوسط N في P والتباين N في P في Q Q اللي مكمل P والانحراف المعياري جذر N P Q فنحتاج الوسط إذن N في P الوسط هنا نقول N ضرب P ويساوي 5 ضرب 45% نحسب ها باستخدام الآلة الحاسبة 5 ضرب 45% يساوي 9 على 4 نقدر نعملها كسر 10 تطلع 2 52% السؤال اللي بعده تقدمت سمر إلى أسئلة اختيار متعدد أربع بدائل فأجابت عجمية على الأسئلة بالتخدمية فمحتمال إنها تجيب على ثلاثة أسئلة صحيحة بدنا نطبق هذا القانون قانون هنا عندي إن كم عدد الأسئلة عشرة أسئلة عندي إن عشرة أسئلة جوبت عليهم كلهم بالتخمين هما أربع خيارات يعني الجواب الصح ربع يعني بي يساوي 25% إنها تجيب صح و كيو إنها تفشل 75% ثلاثة أربع الآن السؤال بيقول شو ده جاوب احتمال يكون إجابتها على ثلاث أسئلة صحيحة بدنا بي للثلاث شو نقول نفس ليش عشرة سي ثلاث ضرب خمسة وعشرين بالمية أس ثلاث ضرب كيو اللي هي خمسة وسبعين بالمية أس عشرة ناقص ثلاث سبعة والروح هنا ننطبق هذا بالآلة الحاسمة فبيصير زيك عشرة عشرة ضرب ضرب أس ثلاث ضرب خمسة سبعين بالمية أس سبعة ويساوي كله خمسة وعشرين بالمية تقريبا خمسة وعشرين بالمية بالنسبة لأسئلة الصح والخطأ هاي هي أمامكم ومجاوبة من لولها شورتكات ان شاء الله نشرح نماذج أخرى بإذن الله تعالى بإذن الله نرجو منكم إعطاء لايك والدعم المادي بشكرا حتى نستمر صراحة يعني حتى نستطيع الاستمرار لابد من أنكم تدعموا فنستمر بدعمكم وأنتم استمروا بدعمنا شكرا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته